مساء الخير عليكم. السلام عليكم. اخواني اخواتي. انتمنى يكون مسموع الصوت. تعطونا اشارة بالصوت مسموع اذا ومسموع. اذا ومسموع قولونا بالصوت مسموع اذا كان مشكلة. اه? تعطونا اشارة بالصوت مسموع. انتمنى انكم تكونوا كامل بخير ومع هذا الوباء مع هذا الحجر. انتمنى انه يزول علينا وعلى الانسانية جمعاء. اه الامر اللي حبيت ان تناولوا في هذا المباشر وهو امر مهم جدا. هو امر عرضي على ان هناك مباشرة سيكون على الساعة الثمنة. هو مسألة تأديل قانون العقوبات. تأديل قانون العقوبات. المشروع الذي طرح كان مشروع ربما تناول مسائل. مسائل تتعلق بحقوق الانسان. تتعلق بالحريات. تضيق عليها من جهة. هل هي فعلا ستحقق نظارها؟. نظام العام هل ستحقق الامن؟. لانه عندما جاء هذا المشروع عرضوه بحجة حماية الامن والنظام العموميين. يعني هذا هو اسباب عرض هذا المشروع. كان في هذا الاتجاه. انه من اجل حماية النظام العام. لكن هل فعلا هل فعلا النظام العام والامن؟. العام راح يكون هذا المشروع هو الحامي لهما. المؤكد ان هذا المشروع جاءت قريبا لا يختلف كثيرا على النصوص القانونية اللي كانت موجودة. ربما جاء من خاصة المجال احنا نتكلم اليوم معنا على نص على نص اراه باللي جد مهم في هذه الفترة. في ظل المتابعات في ظل التضييقات في ظل المحاكمات في ظل وجود اخوالنا في السجون. خاصة التهمة المركزية التي تمت متابعة بها كثير من مناظر الحراك وسجلاء الحراك منذ جوان الماضي. هذه التهمة هي تعلق بالمساس بالوحدة الوطنية. يعني تقريبا جول المناظرين الذين تمت متابعتهم عملون لهم نص المدة 79 اللي يتعلق بالوحدة الوطنية. المساس بالوحدة الوطنية حسب المدى 79. اليوم لجنة السياغة لهذا المشروع حاولت اضافة اشياء اخرى لمسألة الماساس بالوحدة الوطنية وسمتها تجريم بعض الافعال التي تمسوا بامن الدولة والوحدة الوطنية. سمتها هاقلا يعني هذا هو النقطة الاولى التي جاء بها مشروع تعديل قانون العقوبات. الاشكالية التي يجب ان نطرحها وانطرحها في هذا التوقيت بالذات. لماذا نطرحها في هذا التوقيت ولماذا تطرحها السلطة في هذا التوقيت. احنا عندنا اسبابنا اللي نعاجه وضروري جدا اننا نتطرق لهذه النقطة والسلطة اكيد عندها عندها اسبابها وعندها اهدافها وعندها اغراضها من عرض هذا المشروع. احنا ناكدوا بانها من حيث التوقيت. ولان السلطة عندها مشروع تعديل دستور. عندها مشروع تعديل دستور. عارفوا بان الدستير في العادة هي تأتي ثم تأتي من بعدها القوانين. يعني من مفروض هذا المشروع يعني اذا قلنا بانه ضروري جدا يكون يكون بعدها التعديل الدستوري. التعديل الدستوري اللي هو مثيل الجدل حتى من ناحية نصوصه اللي خلى الاستاذ البروفيسور يستقي لجنة سياغة الدستور. اليوم هناك لجنة تصير نص قانوني. نص قانوني. لا يمكن ان يناقش من طرف الاكاديميين. من طرف اهل الاختصاص. لحيا نعرفها جميعا. لا يمكن حتى ايجاد فضاءات للملتقيات المنتدائية. ربما يمكن خلق اذا اذا مشتهد الذين يريدون خيرا بهذه البلاد. ان يعملوا يعني يعملوا لقاءات افتراضية لمناقشة هذه النصوص. لانه نعرف بان الفطرة لا تسمح بعقد المنتدايات او عقد الملتقيات يعني لسيمينار ما يكونوش. القناوات نعرفه كذلك بلوسائل اعلام. لا تقبل الا بصوت واحد. الان وسائل اعلام مستحيل. راح تسمع رأيين في هذا القانون. راح تجيب رأي واحد يثمن هذا القانون. هذا هو. هذا هو الموجود الان في الساحة الا اعلامية. اه الا اذا ما ما شفنا بعض بعض قلة قليلة اللي ما زالها تعمل بالمهنية بالموضوعية وتجداد ويضيق عليها ويتعرضون الى مضايقات. انا حبيت انتكلم على هذا الموضوع بالذات لانه في الحقيقة. احنا رأنا نجيب قوانين يعني تقريبا ما زالنا في العصول الوسطى. ما زالنا في العصول الوسطى في تجريم بعض الافعالات التي تمسوا بامن الدولة والوحدة الوطنية. النص عندما يجيبه يقترح. يقول لك يقترح المشروع معاقبة كل من يتلقى اموالا او هيبة او مزية بأي وسيلة كانت من دولة او مؤسسة او اي هيئة عمومية او خاصة من اي شخص في الوطن او خارجه قصد القيام بافعال من شأنها الماساس بامن الدولة. توقفوا معايا عن كلمة امن الدولة وباستقرار مؤسستها نفس الشيء توقفوا عن استقرار مؤسستها وتوقفوا عن سيرها العادي بالوحدة الوطنية سلامة طرابية بين قوصين مسألة المفهومة المصالح الاساسية للجزائر وبالامن والنظام العامين كأين يتكلموا على امن الدولة ونتكلموا على استقرار مؤسستها وتكلموا على وحدة الوطنية ونتكلموا على المصالح الاساسية للجزائر والامن والنظام العامين هؤ descriptive مصطلحات مصطلحات مش항 pública. ما زال لهم يوظفون في نصوص قانونية بدون تحديد العناصر بدون تحديد الصور بدون تحديد الأوجه يعني هذه تقريبا لا تختلف البتة عن نصر المادة 79 يعني نوجد نصوص مطاطة يعني نقوله إيلستيك يعني في النص يمكن أن تعرف النظام العام كما تشاء يمكن أنها تعرف الوحدة الوطنية كما تشاء يمكن أنها تقدر حتى المصارح الأساسية يعني هذا النص وضع للسلطة التقديرية للأجهزة الأمنية هذا النص يوضع لصالح الأجهزة الأمنية التي تقدر توقف أي شخص قال هذا يمس المصارح الأساسية للجزر ما هي المصارح الأساسية للجزر هذا هو الإشكال المطروح هل اتفقنا على تعريف وحدة للوحدة الوطنية شفنا في متابعات جوان جوي الماضيين شفنا كيفاش كان الوحدة الوطنية يتم توظيفه بشكل يضغط من خلاله على المواطنين ويتابع من خلاله ويحكمونه فقط بالوحدة الوطنية نحن قلنا ربما هذا المشروع راح يجي ليحددنا الوحدة الوطنية ربما نقوم بملتقيات ومنتدايات وفي فضاءات نقاشات لتحديد تعريف حقيقي للوحدة الوطنية هل هناك تعريف حقيقي للوحدة الوطنية الأجهزة الأمنية تعتبر من يحمل بونكارت في الشارع مكتوب فيها مدنية ماشية عسكرية مأسس بالوحدة الوطنية وهذا خطر لأنه زادوا المصالح الأساسية للجزائر أمن الدولة استقرار مؤسساتها شوف مشكل يعني المساس باستقرار مؤسسات الدولة يعني مثلا أنت تقول برلمان غير شرعي يقول لك أنك مسيت باستقرار مؤسسات الجزائر وهذا القانون راح يفوت عند برلمان غير شرعي الآن بعد ما فات على مصر يفوت على برلمان غير شرعي برلمان بوتفليقة على برلمان آفالان آرندي شوفوا المعذلة الحقيقية أنه التوظيف للنصوص ما زال موجود من خلال علش قلنا هل هذا النص وطرحنا سؤال عندما عرضنا لكم هذا اللايف قلنا هل هذا النص فعلا سيحقق الأمن القانوني هل سيحقق الأمن القضائي هل سيحقق فعلا الثنائية التي تجمع بينهما بين الأمن القانوني اللي يكون موجود في النصوص والذي يحقق الأمن القضائي عندما يكون القاضي عنده نص واضح عنده نص واضح ويحدد العناصر لتعرف ما هي الوحدة الوطنية مصالح الأساسية لجزائر يجب لي نص المصالح الأساسية لجزائر من يقدر من هاي المصالح الأساسية لجزائر ما تعتبرها كانوا يعتبروا بقاء بوتفليقة من مصالح الأساسية وهو مقعد يقول الإخوة كانوا يعتبروا بقاء بوتفليقة من أساس بالوحدة الوطنية الآن يجيبوا نصوص قانونية يخليوها بالعاني فليكسي بالمطاطة بش يتلعبوا بها ويوظفوها بدون إيجاد عناصر بدون إيجاد صور لها بدون إيجاد كيف يمكن أن يحدث أو كيف يكون هناك تعريف حقيقي للوحدة الوطنية إذن إشكالية الأمن القانوني هو إشكالية إيجاد نصوص واضحة السلطة تتعمد في الإبقاء على النصوص المبهمة وتزيدها غموض على غموض وتزيد تضيق فيها أكثر بش تفسرها كما تشاء بش غدوان تتكلم على المؤسسة التنفيذية تقولك مساس بالمصالح الأساسية الجزائر مساس باستقرار مؤسسات الدولة تتكلم على لأنه كنت تكلم هنا في النص أو مساس باستقرار مؤسسات الدولة مؤسسات الدولة نحن نعرف ما هو مؤسسات الدولة لكن من يحدد كيف يتم المساس بمؤسسات الدولة تقدر تقول كلام بأن هذه المؤسسات غاش رعية أو تقول بأن هذا الوزير فاسد هذا الوزير يشكل أو أنه أدل بتسريحات مثيرة للرأي العام أو فيها إهانة الرأي العام يقولك مسيت بمؤسسات الدولة لأنه يشكل في الجهاز التنفيذي نفس الشيء بالنسبة للسلطة التنفيذية غدوة للسلطة القضاية غدوة يتم تلموا على القضاء الغير مستقل نقوله بالقضاء غير مستقل يقولك مساس بمؤسسات الدولة وهذا خطر حقيقي هذا النصوص القانونية الآن اللي رايحين يمشون فيها في مشروع قانون العقوبة أنا أقول لكم بكل صراحة بعد ما وضعت بعض المحاولة قراءة أنا أقول محاولة قراءة لأن القراءة لا تكون من جهتي فقط نتمنى أنه يكون هناك نقاشات أنه يكون هناك إثراء يكون هناك عمل على الإفتراضي لأنه الآن في الظرف الوبائي لا يمكن أن تكون هناك متدايات أو ملتقيات لهذا النقاش والسلطة كذلك راي تمضي من جهة وحدية صنصويني يكتمشي وحدها في فرض هذا القوانين أنا كنت أتكلم عن الأمن القانوني ولا نتكلم عن الأمن القانوني الأمن القانوني هذا هو ضرورة لبناء الدول لأنه أنا أقول لكم بل لمسألة الأمن القانوني تم دستارتها مبدأ الأمن القانوني أنها تكون هناك نصوص آمينة للمواطنين لا تهددون بأي شكل من أشكال من بين أنها تكون واضحة أنها تكون عندها عامل ناصر أنها تكون عندها أوجه أنها تكون عندها معايير أنها تكون عندها صور أنها ما يكون فيها حتى غموض أنها لا تمنح أي فرصة لأي تفسير واسع ما تعطيش القضية أنه يتوسع في تفسيرها الآن لوحدة الوطنية القوضات يفسروها يفسروها بأهواء الأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية تجيب لهم أشخاص قال هذا وقفناهم هذا كتب في الفيسبوك منشور هذا رفت بونكارت في الشارع هذا دار لايف هذا أهدر فوسيلة إعلامية تقولهم هذا مأساس بالوحدة الوطنية هذه مأساس بالوحدة الوطنية لكن ما هي عناصر مأساس بالوحدة الوطنية ما هي عناصر ما يسمى بضرب استقرار أو تهديد استقرار مؤسسات الدولة ما هي عناصر النظام العام ألاف الكتب من الصنهوري للبناليون للعوبار ألاف يعني عشرات فهم نظام العام لكن الآن بالنسبة للسلطة تجيب نصوصها فظفظة متططة وضعها وتقول العقوبات تصل إلى سبع سنوات أو تصل بطريقة بسيطة جدا وما بالنسبة لهم يقدر يقدر الرجل الأمن يقدر واقعها ويعتبرها مأساس بالأمن العام رغم أننا الآن نحتاج إلى أمن قانوني ضمننا مصالحنا كمواطني لأنه في النهاية في النهاية الأمن القانوني هو موش في مصلاحة شخص زي دعونا هو في مصلاحة الدولة لأنه كنا نقول لك في ألمانيا دسترو الأمن القانوني صار مبدأ دستوريا يعني نص عليه الدستور الألماني من 1960 من 1960 ووضع النص يقول بضرورة وجود نصوص قانونية واضحة تحكم المواطنين لا يكون عليها أي لبس هذا نص غامض نص مبهم نص مطاط الغرض منه الضغط على النشاطة على المواطنين على أي عمل هذا هو الهدف من هذا النص اللي راح يكون أسوأ من نص الناس 79 اللي كانت يعني توبعة بها الكثير من النشاطة وأغلبهم من بينهم الأسد فضيب وملا كاريم بابو سامير بالعربي يعني اللي راح في السجول الآن تقريبا سحسلي ما نحميتوش كلهم المساس بالوحدة الوطنية خالد الدرارني المساس بالوحدة الوطنية لأنها مطاطة لأنها مطاطة الشيء اللي يجب أن نأكدوه الشيء اللي يجب أن نأكدوه أن النصوص يجب أن تخضع لمعايير تخضع لصوار تخضع لأوجه يجب أن تكون واضحة إذا كان النص غير واضح فراح يحقق اللا أمن وراح يحقق اللا أمن القضائي واللا أمن القانوني لذلك نقول بأن صياغة هذا النص يعني الغارضة عموبية لا يحقق أمن قضائي ولا يحقق أمن قانوني وضرورة ضرورة رفض مثل هذه القوانين ضرورة رفض مثل هذه النصوص مثل هذه المشاريع هو الآن صار أمر حتمي وعلى الأكاديميين وعلى المختصين وعلى الشرافاء اللي ربما تتح لهم الفرصة أنهم يناقشوا هذا القانون أو في أي فضاء متح أنهم يقولوا بضرورة وضع نصوص لازم الآن يكون عندنا أمامنا نصوص واضحة النصوص الفضفاضة هذه يجب أن ننتهي منها النصوص المطاطة العددها كبير في قانون العقوبات يجب أن ننتهي منها حبيت أن نطلق إلى مسألة أخرى نحن نضع هذا النص نص يتكلم على الوحدة الوطنية ويتكلم على ضرر مؤسسات الدولة أو تهديد مؤسسات الدولة بلا أن نضع له صور نحن نكون أمام خرق لمبدأ شرعية اللي هو مبدأ دستوري ومبدأ قانوني ومبدأ أكدات الشريعات في كل عالم ومبدأ أكدات المواثيق هو مبدأ شرعية اللي ينطلق من أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص هم يوضعوا هذا النص العام ومن بعده يتابعوا أشخاص في التفسيرات لهذا النص كعلى أهواء الأجهزة الأمنية وعلى أهواء قوضة النيابة وتبقى القوضات بين قاضي مستقل وقاضي غير مستقل وبين الضغوط الجهة الأجهزة الأخرى على عمل قضاء لذلك فهذه النصوص وهذه المشاريع في هذا الظرف بالذات وفي هذه الفترة أنا نقول بأنه لا يهدف لا يهدف في حقيقة إلى أمن قانوني للمواطن لا يهدف إلى أمن قضائي لأنه في النهاية في النهاية الثقة في القضاء الثقة في القضاء هي التي تبني الدول الثقة في القضاء وإذا كنا نوضع مثل هذه النصوص التي لا تحقق الأمن القضاء ولا تحقق الأمن القانوني فتنعدم الثقة في القضاء وهنا نصبح هذا هو وجه من أوجه المساس بين الوحدة الوطنية وتهديد الثقة عندما تنعدم الثقة بين المواطن والقضاء بين المواطن والمؤسسات وللأسف هي منعدمة ومنذ سنوات هذا الشيء معروف عند العام الخاص حتى نقابات القضاء يتكلموا على مسألة استقلالية القضاء وخرجوا الظهر وخرجوا الشارع وعملوا إضرابات من أجل استقلالية القضاء إذن فالضرورة الملحة هي إيجاد سبل وطرق علمية طرق أكاديمية بإشراك ضروري جدا في إشراك نقاشات بناءة نقاشات جادة للبحث في سياغة هذه النصوص لا نختار فترة وين يكون الناس في فترة وبائية يكون الناس لا تستطيع أن تناقش لا تستطيع أن تجتمع لا تستطيع أن تلتقي في ملتقيات ونجيبوا هذه النصوص التي تمريرها فقط لأغراض السلطة هل مثل هذا النص فعلا سيحقق استقرار وأمن الدولة؟ أنا نظن بالي هذا النصوص التي وضعت خاصة هذا النص المتعلق بالأفعال التي تتمس بأمن الدولة والوحدة البطانية أعتقد بأنها تخدم مصلحة السلطة لا أكثر ولا أقل ما حاجة تخدم مصلحة المواطنين بالعكس ستزيد عليه تضييق وحتى على القضاء حتى على القضاء سيجدوا صعوبة في تفسيره لأنه إذا كانت هناك نوايا حقيقية هنا كل جزئية كانت تحتاج إلى تحديد صورها كانت تحتاج إلى تحديد أوجهها كانت تحتاج إلى طريقة حدوث هذا الفعل لأنه أنا كنت في كل مرة نكون في قضايا الرأي وقضايا مسجونية الحارة نتكلم ونعطيهم مثال على القانون الذي جاء لمكافحة الإرهاب كانت تعديلات في 2016 على مكافحة الإرهاب كانت المادة 87 مكرر 1 مكرر 2 حتى مكرر 12 حددت بوضوح ما هو العام الإرهابي في 12 صورة في 12 وجه الآن إذا سألت أي واحد موالي للسلطة أو موالي للنص هذا قلوا كيف يمكن أن تحدث المساس بالوحدة الوطنية مثلا كيف نعتبر شخص زيد أو عمر مسا بالوحدة الوطنية كيف ما هي الطريقة اللي يقوم بها بشي يمس بالوحدة الوطنية أم آه هي الطريقة اللي يمس بها استقرار مؤسسات الدولة ما يلقاش جواب لأنه الجواب منعادي في القوانين لو كان القانون يحدد الصور ويحدد الأوجه ويحدد الحالات التي تحدث أو الطريقة التي تحدث بها لكان الأمر أكثر وضوح لأنه في النهاية لأن الأمن القانوني هو الآن ضرورة وصار من متطلبات العصر عند الدول لأنه هو الضامن هو صمام الأمان لحماية حقوق المواطن وبقاء الدولة كيلونة الدولة لا تضمنها إلا أمن قانوني واللي هو بطبيعته يحقق أمن قضائي في ازدواجية أو في ثنائية مكملة لبعض هالبعض يعني ما يقدرش يكون هناك عامل قاضي يكون قاضي قادر يعمل بكل أرياحية إذا ما كانش عندهم نصوص قانونية واضحة أنت تجيب له شخص رفد بونكارت شاعة تقول لهم السبب الوعدة الوطنية وقال إني بالأسف يحيلوا المحاكمة كان قضاء عندهم شجع يقول كما القاضية في عنابة في قضية الراية الأمازيغية عندما قالت بحكمة وفق الدستور وقالت بأنه لا يجوز لنا تفسير النص المادة 79 تفسيرا واسعا لأن النص تفسيره تفسيره واسعا بل تبقى في إطارة ضيق هذا النص الآن هو نص غامض لا يمكن تطبيقه إلا بيتفسيره على أهواء القوضات على أهواء الجهات الأمنية لأنه قلت ونأكد على أنه ما عندوش أي صور ما عندوش أوجه ووضع هكذا عمدا حتى يمكن توظيفه هذا هو الشيء اللي نحب أن نقوله أنه نصوص المطاطة النصوص يعني فعلا هي نصوص المطاطة سهلة سهلة تتلعب بها سهل التوظيف سهلة التطبيق على النشاطة لذلك إحنا لازم الآن نمضي من نحو نضال حقيقي نضال حقيقي من أجل البحث على أمن قانوني لأن الأمن القانوني كما قلت لا يضمن لناشحنا حقوقنا كمواطنين فقط بل هو يضمن باقاء الدولة واستقرار الدولة ربما نكتفي بهذا القدر أنا حاولت نوضح فقط هذه الفقرة التي تتعلق بالتجريم بعض الأفعال التي تمسوا بأمن الدولة والوحدة الوطنية كين فكرة أخرى فقط حبيت أن نشير لها وياها مهمة جدا في نص هذا المشروع يتكلموا على تشديد العقوبات بالنسبة للذين يقومون بالأفعال المذكورة إذا تمت هذه الأفعال تنفيذا لخطة مضبرة هذا مصطلح خطة مضبرة ما عرفنا هاش في القوانين التي تعدلت في قانون العقوبات مسألة خطة مضبرة هذه خطة مضبرة كذلك هي عبارة غامضة من يقدر هل هذه الخطة مضبرة وكيف تعتبر خطة مضبرة أو غير مضبرة إشكاليات في النصوص يجب أن يكون هناك كذلك تعريف لما هي الخطة مضبرة لأنه مثلا عندما نتكلم على جمعية أشرة يوضح لك أنه تم من طرف شخصيني فأكثر إلى آخره يحدد لك ما هي جمعية أشرة أما عندما نتكلم على خطة مضبرة يا أخي خطة مضبرة هي بحد ذاتها لازم نعرف ما هي الخطة وكيف تكون مضبرة وكيف تتم وعد أشخاصها وطبيعتها ماشي نتكلم عليها يعني بين أيدي الأجهزة الأمنية كل الصلاحيات لاعتبار هل هذا الفعل يشكله خطة مضبرة أم لا هنا نجعلنا الأمور واسعة جدا أمام الأجهزة الأمنية ليرح تفرض منطقها مرة أخرى على جهة القضاء وهذا مشكل حقيقي هذا مشكل لأنه رح يوضعنا رح يوضعنا في إشكالية في إشكالية الأمن القانوني اللي هو كان موضوعنا إذن إذا عودوا تقرأوا بهدوء خاصة إخواني من القانونيين يقرأوا بهدوء المشروع خاصة فيما تعلق منه بالمأساس بأمن الدولة والوحيدة البطنية سيجدون بأنه يشكل خطرا حقيقي على البطن وعلى الدولة على الدين سواء وهذا ما يحشي يخدم ما يحشي يخدم بناء دولة الحق والقانون كل رجاءنا أننا نتجاوزوا هذه المرحلة هذه المرحلة الصعبة الوبائية ثم في نفس الوقت لازم نناظر من أجل البحث عن دولة الحق ودولة القانون من خلال بناء مشروع حقيقي بناء الدولة بانتقال السياسي بوضع قوانين منصفة بوضع دستور بوضع وثيقة لأنه في النهاية وضع القوانين قبل وثيقة دستورية تجمع بين الجزائرين في إطار انتقال سياسي حقيقي هو في حد ذاته تحجر والتصلب من طرف السلطة هو هروب إلى الأمان لأنه كل شيء كان من الضروري أن يعالج في دولة ما بعد الانتقال السياسي لكن الظاهر أن السلطة ليس لها أي رغبة في المضيق قدوماً نحو التحول وهذا الشيء صار أمر مقلغ في الحقيقة خلالت عدد المتابعات عدد السجناء كيفية متابعة النشطاء المناظرين السياسيين الصحفيين للأسف 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 الفترة هذه فيها فيها الوباء ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفعوها عنا وعلى الإنسان جمعاء وبعد هذا يكون لكل حدث حديث أن نشتغل يداً واحدة من أجل البحث بجد عن كيفية إيجاد أرضية توافقية نكتب من خلالها دستور دستور يكتبه الجزائرون لأنه الوثيقة التي نبني من خلالها القوانين التي تؤسس للقوانين هي الدستور لأنه هو أب القوانين نضع بعض الدستور الدستور تريد أن تفرضه السلطة وبدأنا في وضع قوانين للأسف هي قوانين ما يقال عنها تبحث عن التضييق على المواطن إذا نجحنا في الانتقال السياسي حينها ضروري جدا ضروري جدا أن نبحث على أمن قانوني وأمن قضائي نؤسس به إلى جزائر جديدة إلى جزائر قوية لأنه في النهاية العدل هو الذي يبني الدول بالعدل ترتقي المجتمعات ترتقي الشعوب إذا بقينا في هذه الأفكار المتحجرة المتصلبة الأحيانية الشمولية أكيد سنراوح مكاننا وأكيد سنهدد ستهدد هنا السلطة هي من تهدد استقلال الوطن أشكركم على المتابعة ونتمنى أن نوفق في إعادة هذا المشروع إلى السلطة حتى لا يمضي قدما ولازم يكون هناك نقاشات وإثراءات من رجالات القانون خاصة زملاء المحامين لازم تكون عندهم قراءة السادة القضاة الذين يؤمنون بأنهم مستقلون الأكاديميون يجب أن يناقشوا جميعاً في أي فضاء متاح هذه النصوص حتى لا نهدد حريات وحقوق الأشخاص أكثر مما هي مهددات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وألقاكم بخير ونشوفكم إن شاء الله في ساعة خير السلام عليكم